دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب مقاطي المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدواني الإسرائيلي على لبنان وأعلن التزام حكومته بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة تجنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنصيق مع قوات حفظ السلام كما دعا منظمات المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة الجنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنصيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب وذلك حماية للبنان مع استمرار الاعتداءات والأطماع الإسرائيلية ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والاستجابة لمطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارئ الحكومية في أسرع وقت ممكن خاصة أمام إصرار العدو الإسرائيلي على إطالة أمد العدوان وغياب المماذرات السياسية لوقوفه ودخول نفس الشتاء ويمليه ذلك من احتياجات إضافية شكرا